فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من هو مريض بمرض يسمى بمرض التوحد هل يجب عليه أن يؤدي الصلوات الخمس المفروضة؟ ما دمعه عقل فيجب عليه ما دمعه عقل فإنه تجب عليه الصلوات الخمس أما إذا كان ماله عقل فلاس عليه واجب ولا فرد نعم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة